الراديو 9090 هواها مصري الكلب أرقم من كده كمان الكلاب حاسة الشام عندها أقوى ألف مرة وبتوصل كمان لعشر تلاف مرة من حاسة الشام عند الإنسان والأبحاث أثبتت أن الكلاب بتقدر تكتشف الأمراض عن طريق حاسة الشام وتم تدريب بعض الكلاب على التقاط روايح الخلايا السرطانية وتميزها عن الخلايا السليمة وممكن كمان الكلاب بعد التدريب تقدر تميز نوبات السرعة كمان اللي بيتعرض لها مالك هذا الكلب مش الكلاب بطرف تنبح أو تهوهو فيه نوع من الكلاب بيعتبر هو النوع الوحيد اللي لا ينبح أبداً وبيعمل صوت أشبه بصوت الغنى والدندنة الكلاب بتعرق زي البشر ولكن العرق بيكون من الأنف والوسادات اللي بتكون في إيديهم الطرية دي ورجليهم وبصمة الكلاب بتكون موجودة في الأنف متوسط عمر الكلب بيصل لـ 27 سنة في مقول أشعاء بتقول إن الكلاب بتشوف كل حاجة بالأبيض والأسود لكن تقال بعد كده أن الكلاب بتميز بعض الألوان زي الأصفر والرماودي والأزرق ولكن ما بتقدرش اتميز باقي الألوان عندها براعم تذوق أقل بكتير من اللي موجودة عند البشر الإنسان عنده حوالي 9000 برعم تذوق أما الكلاب فعندها حوالي 1700 فقط بتعتبر من الحيوانات السريعة جداً تصل سرعتها لـ 56 كيلو متر في الساعة الكلاب والأذن الخاصة بالكلاب من أكثر الأذن حساسية للأصوات وبيقدروا يسمعوا الأصوات المنخفضة جداً والعالية جداً الإنسان اللي بيقدر يسمعها ولا يتحملها وكمان فيه طبعاً عافين صفارة مخصصة اللي بتطلق أصوات محدش بيسمعها غير الكلب نفسه الكلاب بتفهم أصحابها من عينيها بيقدروا من خلال التواصل البصري يحددوا إذا كان صديق الكلب غاضب فرحان حزين نوع المشاعر اللي عنده هما بيميزوها جداً أكبر وأضخم نوع في أنواع الكلاب كالكلب الأيرلندي أما أصغرها إيشي واوعة الكلاب بتقدر تشوف كويس في الضلمة زي القطط بالضبط الجنود النازيين حاولوا يجندوا الكلاب معهم ويعلموهم الإراءة والكتابة في القرن الثمنتاشر في لندن كان أي حد عايز يدخل حديقة الحيوان لازم يجيب معاه كلب أو قطة علشان يقدمها للأسود كواجبة تخيلوا؟ فيه ثلاث كلاب كانوا من ضمن الناجين من غارة السفينة على الشهيرة تايتانيك فيه مهرجان بيتعامل كل سنة في مقال اسمه مهرجان تيمار لتقديم الشكر للكلاب لمدة يوم واحد الكلاب هي أول كائنات اللي نزلت على الأمر الكالب اللايكة طبعا نزلت على الأمر من مركبة الفضاء الروسية سنة 1957 ترجمة نانسي قنقر